سلام عليكم. في الفيديو ده هتكلم على ترقيم المعادلات. لو لو انت عندك رسالة علمية اكيد فيها معادلات كتير عايز ترقمها بترتيب ظهرها. طبعا ترقيم ده مغرف وبياخد وقت كتير ولو غلط في معادلة او مساحة معادلة هتحتاج ترقم تاني من الاول. فالمفروض فيه ترقيم تلقائي زي بالزبط اللي شرحناه في الفيديو اللي فات عن ترقيم الاشكال والجداول. هي بالزبط نفس الطريقة. بس بنزود زيادة. هنرجع مع بعض الطريقة دي دلوقتي تهيت. ان احنا مس انا عندي ادي معادلة هاي. انا كربت المعادلة خلاص. وعايز احط الرقم بتاعها جبهة. دلوقتي انا مهمنيش انا حط الرقم فين. انا لسه هشرح ده بعدين. بس دلوقتي انا عايز احط الرقم. فعملت مسافة. فتحت قوس. وعايز احط الرقم بتاع المعادلة دي. فبنفس طريقة ترقيم الاشكال. هدخل على والمرة دي اختار. لما اختار هو اوتوماتيك فاهم بيعلم لي على الاوبشن ده. اللي هو اكسكلود لابل فروم كابشن. طبيعي ترقيم ده المتعرف عليه ان ما بيقاش في كلمة جنب الرقم. هو بيعرقم مخالص محطوط على اليمين. فعشان كده هو اوتوماتيك اعلم لي على الاوبشن ده. ده اللي اختلاف الوحيد ما بين ترقيم او ترقيم الفجرز. ان انا بقى في حالة بعمل يعني كلمة اكوشن ان انا اخترتها ديت مش هتزهر معي. هزهر الترقيم اللي مدخل عليها نفس الكلام لو انا عايز رقم الشابتر يزهر في الرقم مع رقم الاوبشن ده. واختار بتاع بتاع الشابتر المرتبط بالشابتر اللي هو في الغالب واحد. لو انا مش عايز رقم الشابتر يزهر معي هشيل علامة الصح. وادوس اوكي اوكي. خلاص هو كده عرف لي ان ان دي المعادلة الاولى. هقفل القرص. اكرر نفس الكلام هنا مسلا قده المعادلة التانية. مسافة. ايبقى دي المعادلة التانية. هقفل هنا ببوز. بحط هنا ببوز كمان. كده وهكذا. كل اللي جاي بنفس الطريقة مجرد ان انا اعمل جبا من المعادلة. هيديني الرقم بتاعها. نيجي بقى الخطوة التانية اللي هي بتبقى رخمة وبتعمل مشاكل للناس كتير. اللي هي ان انا ازاي اعمل محاذاة مصبوطة بتاعتي. دايما ان احنا عايزين الرقم بيكون محدوف خالص على اليمين. والاكويتشان اللي هيما في النص يا اما على الشمال يا اما ممكن تكون متحركة عن الشمال حاجة بسيطة. ازاي يزبط ده? مواقفين اللي مش عارف اه امكانيات الوقت بيجيه هنا قبل القوص ده. هيزبط الاول طبعا الفونت. مسلا هرجعه تاني زي ما كان هرجعه اتناشر. اه او اربعة عشر شوية. وخليه بلا شي بقى تالي. خليه عادي. فالناس بيجيه هنا قبل القوص. ويبدأ يحط مسافات مسافات مسافات. انا هدوس على العلامة دي عشان يشوف المسافات تبقى تظهره قدامي. المسافات دي كلا يبدأ يحطها. وهكذا او بالطريقة دي. طبعا لما ايجي من كده مع كل اه معادلة ساعات هتبقى في واحدة الرقم بتاعها مش مزبوط قوي زي التانية. في اختلافات زي دي لو هو اكبر المعادلة سنة غير الخط حاجة بسيطة. كل النوع الكل المسافات دي مش تبقى مزبوطة والتالي الرقم ممكن اصلا ينزل السطر اللي بعده. ينزل مثلا كده. ويبقى يبقى المنظر مش مزبوط. فيه في بيديني امكانية ان انا بالزبط بتأكد مية في المية ان الرقم هيبقى بحضوف على اليمين تمام. ومهما حصل تغييرات الرقم هيبقى في مكانه. موجيش مشكلة دي ومش هقلق منها انهائي. ازاي بقى قدر اعمل ده? الابشن ده اسمه تاب. تابس ده في الورد هو موجود اوتوماتيك وشغال. انا لو جيت عند اي في اي وقت ودست على زرار تاب. في مسافات محددة. موجودة في الصفحة. هي متحددة بارقام خير معينة مش بتزاكرها حاليا. هو بيتحرك على على اساس المسافات دي. كل ما دوست بيتحرك مفس القيمة السابتة دي. مهما حصل تغيير هنا في حجم الكلام. هو محافظ على المسافات دي. يعني اللي حظي ان انا هنا حطيت مسلا مسافتين. رخم الواحد ما تغيرش. التاب اللي في حالتها ديفولت ديت مش هتفيدني هنا. لان برضو لو انا اكبرت زيادة عن اللي زوم. حطيت مسلا مسافات زيادة. هلاقي ان الرقم هيتحرك. او بدأ يتحرك بتاب زيادة كمان على اللي. وهكزا. لكن انا مش عايز ده يحصل. انا عايز بتاب دي. تحدفني في المكان اللي انا عايزه بالزلط من مرة واحدة. ما عودش هدوس تاب 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 مهام ده يديني نفس اللي. نفس النتيجة بتاعت ان انا ندوس سبيس سبيس سبيس. عشان الحقق ده. وخلي التاب تديني اللي انا عايزه. بادخل على الخاصة بيه. انا هشيلة الاتنين تابس اللي فيه تابس. تابس هيت تحت على الشمال هدوس عليها. هلاقي هوا الديفولت نص بوصة. يعني هو المفروض ان انا ما بدوس تاب يتحرك نص بوصة. انا سيمني من الديفولت ده خالص انا عايز اللي التاب دي تحدفلي الرقم على اخر الصفحة. اخر الصفحة ده عندي اه تقريبا في حدود خمسة وسبعة من عشرة. انا هزود شوية مش هجر حاجة. هو عمره ما يطلع بر الهامش. فانا هزود خليها سبعة. لأ سبعة بوصة. الرقم ده مفروض محازاته على اليمين. فهختار من هنا ودوس ست ودوس اوكي. كده مجرد ما هدوس تاب حدفل الرقم على اليمين. مهما هنا بقى ابدأ اكبر الرقم اعز احط كلام في المعادلة اكبر الخط اصغر الخط مهما يحصل دايما الرقم ده هيبقى معدوف في المكان ده بالزبط. مهما حصل. خلاص خلاص النظام ده كده ايجا انا معلم على ده كله. وكون مجهز باسم باسم وانا مسلا هنا مجهز اسم ماي اكويشن هقول له هعمل عليك كمين. كده خلاص هو انا الوقت حفظت ده اللي هو في المكان ده. بالاعدادات دي. بالاعدادات الخاصة بالتاب. مجرد بان انا كتبت معادلة جديدة. هيا جهود احط تاب. اه احط تاب قبل القوس. واختار بتاعي. فهو ده متخزن فيه ان التاب على بعد على اخر على يمين الصفحة. فحدف لي الكلام على طول على الاخر. فحدف للرقم على طول على اخر الصفحة. طيب لو انا عايز المعدلة تبقى في النص مش هيسع على الشمال كده. لو انا جيت هنا وروح تجاه مختار اللي هو المحاذاة في النص مش هيحصل لانا عايزه. بسبب ان انا استخدمت التابس. فالحل ان انا استخدم تاب قبل المعدلة. وخلي التاب دي مرتبطة بنص الصفحة. تعالى نزبط لاول بتاعتي التاب هدوس اهو براجراف اجع على التابس. طبعا السبع بوصة اللي انا عميتها لها خاصة بالرقم موجودة. انا هزود كمان قبل السبع بوصة هحط واحدة عند تلاتة بوصة. بس هتاب محاذاة في النص. واقول له ستة. وادوس اوكي. كده اول تاب المفروض انها هتعمل محاذاة في النص وتاني تاب توديني على السبع بوصة اللي هي على محاذاة على اليمين. فانا هزود هنا تاب قبل المعدلة. فخلاص اول تاب هيت. ودتلي المعدلة في النص بالزبط. تاني تاب عملتلي محاذاة على اليمين اللي هي خاصة بالرقم. بعد ما عدلت. عايز بقى اخلي التعديل ده يتطبق في بتاعي. فهقف هنا داخل وقول له طبق على المعادلة التانية. ان برضو في تاب واحدة فالتاب الواحدة ديت ودلتلي في النص. لان لاني لسه ما اضفتش تاب التانية اللي هي الاولى اللي هي تاب قبل المعادلة. مجرد ما بدوس التاب اللي هي قبل المعادلة. فهو خلاص زباط للمعادلة ديت. في النص على بعد تلات ابوصة بالزبط. زباطها لي في الموس وقد كان فيه تاب تانية بعد المعادلة عملت لمحازاة للرقم بعد على يمين الصفحة. طريقنا الخير اللي هتكلم عليها. الناس عايزة المعادلة تبقى بدأة على الشمال اه بس بقى في مسافة في الاول. المسافة اللي بتبقى قبل بداية الصطر دي بيسموها انتنتيشا. بتبقى موجودة في عشان ازبطها الاول انا هارجع تاني اللي فاتت اللي فيها تاب واحدة بتودين بتعملي محازاة للرقم على يمين. فانا هارجع هنا هدخل تانية على وفي ارجع امسح بتاعت التلاتة ابوصة دي خالص اعملها وامسح التاب اللي قبل للمعادلة. يبقى انا عندي تاب واحدة هي المسؤولة عن انها هتعمل محازاة للرقم على يمين. والمعادلة بدأ من اول السطر طبيعي لان ما فيش تابس قبلها ما لعبتش انا في الجزيرة بتاعتها دي خالص. انا بس عايز ان المعادلة دي تبدأ شوية تبعد شوية عن شمال الصفحة. ففي في بتاعت حاجة اسمها هزود دي شوية الرقم ده. خليه مسلا نص بوصة خمسة اللي اجيبها كدوز اوكي. كده بس بنا كل اللي عملته المعادلة ما عملها محازاة على الشمال اه بس مش بدأ من اول السطر. في شوية زيادة في الاول على الشمال. ممكن برضو عمل ده من هلاقي موجود هنا هو. اه في. اه بعد ما خلص ديت هجي جاية عامل بتاعي اللي هو خاص بالمعادلة. اه طبعا المعادلة التانية بغازت لان لس فيه تاب قبل همسح التاب ديت. ورجعت المعادلة دي بالزبط. الاتنين بدئين بالزبط على بعد نص بوصة. بعدهم تاب اللي انا عمل لها بتاعتها تامن محازاة على الين على بعد سبعة بوصة. موضوع السبعة بوصة ده اه طبعا السبعة بوصة ده برا الصفحة. انا باختار الرقم ده بحيس ان انا لو غيرت حجم الصفحة. او صغرت الهامش مبقاش قلقان ان يحصل مشكلة للرقب. لان انا لو عامل الرقم ده بالزبط. اللي هي دخلت عليها من في هنا. لو الرقم ده انا كنت عامله بالزبط على قد حجم الصفحة اللي هو خمسة سبعة تقريبا. وفي وقت من الاوقات روح تبكبر او الورقة بتاعت الصفحة. او صغرت الهامش هيبقى الرقم مش معمول للمحازاة على اليمين بالزبط. حبوية فعند خمسة سبعة من عشرة اللي هي مش نهاية الصفحة اصل. فانا بزود من عندي بحيس ان هو في جميع الاحوال مهما اكبرت هو بيقف عند النهاية الهامشة. فما اشغلش بالي بحجم الصفحة وتأثيره على مكان التاب بالزبط. لو انت وصف من حجم صفحة تختار رقم خمسة بوينت سيبن للزبط وهيتديك نفس سنتين. اتمنى الفيديو ده يكون مفيد. اشوف الفيديو جاي. سلام.